باتت مشكلة تعطل أنظمة التداول في البنوك من المشاكل التي يعاني منها المتعاملون في السوق ما قد تسبب ربكة في تنفيذ عمليات بيع وشراء الأسهم في الوقت المحدد وهما يدفعنا للتساؤل عن ما هي الأسباب وراء تلك الأعطال المتكررة التي تؤثر على أداء المحافظ الاستثمارية ومع ارتفاع مستويات السيولة خلال هذا العام ازدادت تلك المعاناة دون تبرير مقنع من قبل شركات الوساطة المالية لأسباب الأعطال المتكررة وتوقف خدماتها متجاهلة الرد على استفسارات عملائها بطء شديد في تنفيذ العمليات وأرباح فلكية تتحصل عليها تلك الشركات من خلال عمولة بيع وشراء الأسهم حيث تتجاوز حصتها من العمولة الحالية 67% دون تحسين في جودة خدماتها من خلال تقديم الاستشارات المجانية أو حتى توفير عروض لعملائها لتخفيض قيمة العمولة ويتساءل المتداولون ما هي القيمة المضافة التي تقدمها شركات الوساطة المالية لتستحوذ على النسبة الأكبر من عمولة بيع وشراء الأسهم في ظل ضعف بنيتها التحتية وغياب التحديثات التقنية التي من شانها تسهيل عملية شراء وبيع الأسهم للمتداولين ترجمة نانسي قنقر